السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي مشتركي قناتنا تحية لكم تحية لكم من نستوى مشوفو فينا بلما ننسوا خوتينا اللي في الغربة أرجع لكم في فيديو آخر هذا الفيديو إن شاء الله رحين نتكلموا على حصيلة لعبين الجزائريين المحترفين اللي احترفوا في أوروبا حصيلتهم من الأهداف كما تشوفوا هذا الموقع دير هذا القائمة موقع فوتبول إز أفريكا لعبين فقط في تاريخ الكرة الجزائرية اللي اجتيازوا حاجز تعمية هدف في إحدى البطولات الدرجة الأولى بأوروبا هما اللاعبين المعروفين رشيد مخلوفي وأيضا مصطفى دحلب اللعب السابق لنادي باريسان جرما مخلوفي له 134 هدف في الليقاء الفرنسية منها 123 هدف بألوان سنتيتين و20 هدف مع باستيا أما دحلب أسطورة باريسان جرما سجل 102 هدف عنده 102 17 هدف مع السويدان والباقي كله مع باريسان جرما راحنا نشوف القائمة كما ذكرنا رشيد مخلوفي 143 هدف في المرتبة الأولى مصطفى دحلب 102 هدف المسيرة تاعه المرتبة الثالثة ماحي خنان عنده 98 هدف المرتبة الرابعة أحمد أوجاني 95 هدف المرتبة الخامسة رفيق جبور في الدوري اليوناني عنده 84 هدف ثم يليها محمد سالم مرتبة الساديسة 82 هدف في الدوري الفرنسي المرتبة السابعة شريف أوجاني 73 هدف في الدوري الفرنسي المرتبة الثامنة العربي هلال سوداني اللاعب الحالي اللي لهم على المنتخب الوطني اللي ما زال عنده يقدر باشي حسن هذا الرقم عنده 69 هدف في الدوري الكرواتي المرتبة التاسعة عبدالعزيز بنتي فور 56 هدف في الدوري الفرنسي المرتبة العاشرة رياض محرز 53 هدف في الدوري في الدوري الإنجليزي وكان مع فريقه السابق ليستر سيتي وأيضا موشستر سيتي كامل عنده 53 هدف هذو العشرة الأولين أيضا كهي اللاعبين آخرين اللي سجلوا أقل من 53 هدف عدنا صالح جبيلي جبيلي 51 هدف في الدوري الفرنسي ربح ماجر 48 هدف في الدوري البرتغالي مع نادي أفسي بورتو إسلام سليماني 48 هدف أيضا في الدوري البرتغالي أوندي ديلور 47 هدف في الدوري الفرنسي رياض بودبو 47 هدف أيضا في الدوري الفرنسي وأخيرا رفيق الصيفي بـ 45 هدف في الدوري الفرنسي هذا فيما يخص هذا الفيديو هذا الموضوع نشكركم على المتابعة ومازلوا إن شاء الله فيديوهات أخرى دايما مع الأرقام الإحصائيات نتلاقوا إن شاء الله في فيديو القادم سنم سنمت ترجمة نانسي قنقر